اشتركوا في القناة في منطقة الصمارة بالصحراء المغربية من اجل استخدامها ضد ميليشيات البوليسيريو الانفصالية حسب ذات المصدر فقد رصدت عبر صور جوية وجود عدد من طائرات الدرون الانتحارية بمحيط مطار الصمارة في الصحراء في شارة لعزم القوات المغربية لاستخدام هذه الطائرات ضد تحركات عناصر البوليسيريو التي تقترب من الجدار الامنية المغربية في الصحراء للقيام بعمليات عسكرية ضد القوات المغربية ويأتي استخدام المغرب لهذه المسيرات عن بعد بعدما اثبتت نجعتها في العديد من الحروف العالمة حيث يمكن الاعتماد عليها للقيام بطلعات جوية وقصف الاهداف بدقة دون الخشية من وقوع خصائر في الارواحة كما ان احجامها الصغيرة تسهل عليها القيام بالمنورات لتفادي الاسقاط بالصواريخ المضادة وقد علم باستخدام القوات المغربية للمسيرات عن بعد في الحرب التي تجددت في الصحراء ضد جبهة البوليسيريو الانفصارية مع بداية العام الماضي عندما سقط احد قادة البوليسيريو قاتيلا في احدى محاولات ميليشيات الجبهة ضد القوات المغربية وقد تأكد حينها ان الدرونة مغربية كانت وراء قتل قائد ما يسمى لدى البوليسيريو بالدرك الصحراوي وكان يدعى قيد حياته الداه البندير هذا وتجدر الاشارة في هذا الصياق نجابة البوليسيريو الانفصارية اعلنت مؤخرا عبر عدد من ممثليها عن مقتل احد قادتها العسكريين الميدانيين يدعى خاطر سعيد بره في قص مغربية في الصحراء المغربية لينضاف الى عدد من القادة الذين فقدتهم البوليسيريو منذ عودة المواجهات مع القوات المغربية في اواخر سنة 2020 نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء